احنا نتكلم في حاجات كتير جدا اعتقدها مهمة النهاردة منها مسألة مفاوضات الهدنة منها ان احنا يمكن زي النهاردة كان فيه للأسف الشديد مدبحة بحر البقر ويمكن احنا ثقرنا لولادنا وبناتنا في بحر البقر بانتصارنا في 6 أكتوبر فيما بعد ذلك بس خالي اقولك بمناسبة العيد بس في حاجة كده يعني حاجة عمالة بتخبطني في دماغي كل شوية اقولك بصراحة شديدة انا اقعد يعني بتابع كويس جدا مسألة الاسعار بتاعت السلع والمنتجات المختلفة اللي موجودة عندنا في مصر وخصوصا بعد توقيع اتفاق رأس الحكمة والاجراءات اللي خدها البنك المركزي المتعلقة بتحرير سعر الصرف انخفاض سعر الصرف بتاع الدولار او العملات الاجنبية قدام الجنيه بعد هذا القرار من البنك المركزي يعني بعد الاتفاق ثم قررت البنك المركزي الى اخره من ضمن الحاجات اللي توريلك للأسف للأسف تحديدا تجار العربيات بيتعاملوا ازاي في مصر تعارفين ان هم كانوا وصلوا لمرحلة ان هم كانوا بدأوا يسعروا العربيات بسعر انه الدولار ب70 جنيه وب72 جنيه وقولك اليورو ب75 وب76 و80 ده زمان لو تفتكر حلو طيب وكنت تروح تقوله يعمل عربية دي سعرها كده اه الدولار غالي اليورو غا بصة باشا هاتل انت اليورو ولا هاتل الدولار وبرحتك بقى ان شاء الله رب بتجيبه بجنيه انا مليش دعوة ماشي طيب يعني لما السعر بتاع العملة ينزل اه ماشا ينزل اللي هينزله يعني لما ينزل انت هتخفض اسعارك طبعا طيب والكل وللأسف بالمناسبة اغلب التوكيلات او يمكن كلها حطت السعر عالي جدا الي موجود في التوكيل التجاري رحوا عاملين ايه اليك عاوز تستلم وقتي بالزبط كده فوري حط لي بقى ايه 500 600 في بعض العربية كان بيتحط فيها مليون واثنين وحاجة تخوي فيها ماشي مفترض جدلا ان السعر بتاع الدولار لما نزل يبقى بنفس نسبة الهبوط هي هي ينزل سعر المنتج لانه هو كان بيقول انا مصعر على سبعين واثنين وسبعين طب لما مثلا وصل لتسعة وثلاثين فئة احوال منزلتش انت لتسعة قالك احنا بس مستقرين لحد ما السوق استقر طب السوق مستقر تقريبا على سبعة واربعين دلوقتي هل انت نزلت بالسعر بتاعك بنفس النسبة المقوية اللي هي من تسعة وسبعين لحد سبعة واربعين هنشوف النسبة دي قد ايه اظنناها تقريبا 35% تقريبا هل انت نزلت بالسعر العربية 35% لا عملوا ايه بقى عشان تشوف الاشتغالات بتاعة هذا القطاع بصراحة بينزلوا من سعر الاوفر برايس مش من سعر العربية الرسمي بينزل من ايه من الاوفر برايس طيب بعد كده بعض اصحاب العلامات التجارية بعض التوكيلات العلامات التجارية المحترمة بادوا دو ناس محترمة نزلوا بالفعل من السعر الرسمي بتاعهم مش هقدر اقول الماركة طبعا بس في بعض الماركات ماركة كوريا على سبيل المثال وماركة حلوة نزلت تقريبا حوالي 600 ألف جنيه من سعرها الرسمي خطوة لكن تقعد تفكر لو انت كنت بتبيع العربية دي بعشرة جنيه لما كان الدولار بخمستاشر ونص يبقى الدولار لما بيبقى بسبعة واربعين سبعة واربعين ونص المفترض انك تدرب سعر العربية في كام في تلاتة يبقى ممو عشرة هتبقى بكام بتلاتين خمستاشر ونص في تلاتة خمستاشر ونص في تلاتة بستة واربعين ونص بالزبط ليه بقى سعرك الرسمي انت ضارب سعر العربية في اربعة ونص اربعة وربعين ليه يبقى فيش تغالة انت بتخش التوكيل انا بقولك بتخش التوكيل مش التاجر التوكيل الله يعني سعر العربية لما كان الدولار بخمستاشر ونص عشرة جنيه يبقى المفروض انه دلوقتي يبقى بكام تلاتين واحد وثلاتين ليه بقى بتبقىها بخمسة واربعين كده في حاجة غلط اذا عندنا اول اشتغالة هي اشتغالة ان التخفيض من الوفر برايس تاني اشتغالة هم ان هم متبتين على سعره بيحققه هو مش ارباح اكبر بكتير مما يستحق لو كده محقق هامشين هامش سعر العربية اللي المفروض تتبع بيه لو كانت مضروبة في الثلاث اضعاف زائد المبلغ الزيادة اللي هو واخده واخد ضعف كمان زيادة يعني لو انه سعر العربية بتلاتين واحد وثلاتين الف هو كسبان واحد وثلاتين جنيه خلزيك من الوفات واحد وثلاتين جنيه هو كسبان كسبان يعني الواحد وثلاتين دي هعتبر انه كسبان فيها تلاتة جنيه اربعة جنيه لأ ده بيبيعها بخمسة واربعين الله يعني انت بتكسب في العربية كل ده ده ايه الافترة ده وبعدين يرجعوا يشتكوا واغلبهم يعياتوا لما الناس تروح تعمل استيراد شخصي من الاتحاد الاوروبي وليه وعشان ايه وانتو بتبوزوا السوق ببوزوا السوق ليه من ده بجيب العربية ارخص منك خمسة وعشرين تلاتين في المية هدور على مصلحتي وبالمناسبة غصبا عنك هتدخلها التوكيل غصبا عنك لان فيها الانترناشن الوارانتي الضمان الدولي غصبا عنك هتدخلها التوكيل اذا المصلحة تقول ايه وما حدش يقول لك اصلا كنت بستورد العربية دي زمان لما كان سعر الدولار اتنين وسبعين كذاب ما حدش دخل عربية وما انتم مش كنتوا بتشتكوا بتقولوا احنا مش عايفين ندخل عربيات اصل الحاجة كانت توقفة في الجمارك اصل احنا بطلنا نجيب عربيات علشان مش عايفين نوفر العملة اصل احنا بطلنا نجيب عربيات عشان الحاجة بتتركن في الميناء يبقى انت مستوردتش عربية يبقى انت كنت بسعارها ازاي على تنين وسبعين كذاب طيب لا تتعاملوا مع الكذابين من الاخر كده يا جماعة شوف العربية كانت بكام ساعة مكان سعر الدولار 15.5 اضرب في 3 هو ده حق ربنا اكتر من كده ما تشتريش زي كده زمان خليها تصدي خليها عندك ولو جيت بسيط هتلاقي السوق متروس عربيات 23 مع انه دلوقتي بدأت الناس تتكلم في موديلات 25 يعني في اوروبا بدأت الناس تحجز موديلات سنة 2025 السوق دلوقتي متروس 23 ده يفهمك بالزبط سوق العربيات بيعمل ايه على كل واجب التوضيح ووجب اظهار الاشتغالات اللي بتتعمل معانا والامر والقرأ في ايدك انت لو نزلت اشتريت انت اللي غلطان لو وفقت على السعر ده لو وفقت على السعر ده انت اللي غلطان تاني لو وفقت على السعر ده انت اللي غلطان براحتك اشتركوا في القناة